اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في موسم جديد وبرنامجنا صبايا الامن النهاردة هنتكلم من اهم القضايا في مصر تهم مصر مش بمصر بس لا بل الوطن العربي اجمع هم عينة النهاردة سيادة المستشار القانوني استاذ هشام المنيري المحام بالنقد والادارية والدستورية العليا مستشار التحكيم الدولي حاصل على دراسات في القانون المقارن عضو اتحاد المحاميين العربي مرحب بيك يا استاذ الشيخ مرحب بيك الحياة النهاردة عاوزين نتكلم من اهم واخطر القضايا في مصر هي قضية الطلاق اه طبعا شغل المجتمع كله طبعا عاوزين نعرف يا فندم الفرق بين الطلاق والخلع ونفس حقوق الزوج في الخلع والطلاق ولا في ايه عاوزين نفهم طب ما تيجي الاول نبدأ كده كمقدمة نقول ان مسألة الطلاق زادت قوي في المجتمع المصري طبعا اكتر من 46% زادت بنسبة كبيرة جدا اكيد واصبحت قضية تقرق المجتمع فاصبحت ظاهرة اكيد واصبح التهافت على محاكم القصرة زاد بدرجة عالية جدا طبعا ده ناتج عن خلل معين مش هنقول الخلل ده تراجع للزوج او للزوجة لكن احنا عايزين نقول ناتجته في النهاية الاطفال الاطفال هم اللي بتفعوا تمنى هم اللي بتفعوا تمنى الخلل ده هم اللي بتمزعوا بيني من طرفين بالتأكيد بالزوج والزوجة بالتأكيد وده طبعا يعني احنا لما نجي نبص النظرة مستقبلية للوطن نفسه هنقول الوطن بيبنى على ابناء الاطفال دول على اكتاف الاطفال دول طبعا هم جيل المستقبل احنا بنضيع جيل يعني وصية الاول مني لكل ابو لكل ام رفقا باولادكو رفقا باولادكو رفقا باولادكو حتى مع وجود خلاف ايا كان نوعي الخلاف ما ندخلش الولاد في الخلاف ده نطلعهم بره الخلاف خالص عشان يطلع جيل سوي يعتمد عليه في بناء وطن وهم اللي هيكونوا سند ليهم قدامهم ووقت المشكلة يا استاذ هشام محدش بيفكر فيه مخالص كل طرف من الاطراف بيبص نمازج معينة وافكار بيبصها في الاطفال فبيطلع الطفل متعقد نفسيا يعني قضية كبيرة جدا طبعا المفروض نتكلم ونستفاد منها وازاي نقدر نستسلم نفسنا على اوضاع كتيرة عشان نقدر نقابل المجتمع طبعا وانا زي ما قلت لحضرتك في الاول القضية ما يجبش ان احنا نحصرها في خطأ زوج او خطأ زوجة لا دايما الخطأ مشترك وان كان حتى الخطأ بيرتكب بطريقة سلبية وهي عدم تحمل اخطاء الطرف الاخر البسيطة انا بقولش الاخطاء الجسيمة لكن في النهاية بيحصل الضرر دا طبعا بنقول بقى طلاق ولا خلع ولا خلع ولا طلاق والأثار المترتبة على دا اه الفرق بينهما بس ونعرف يعني الحقوق بتاع المطلقة نفس الحقوق بتاع الزوج المخلوق وعاوزين برضو يعني احنا هنا مش مع طرف وطرف لا احنا هنا يعني نعرف كل طرف من الاخر حقوق فين بالزبط عاوزين اولا نعرف حقوق الزوجة ثانيا حقوق الزوج دا نتكلم عنهم الاول اثناء قيام العلاقة طبعا لما بيحدث الخلاف بيبقى الزوجة بين ثلاث احوال اما ان يطلقها زوجها من تلقاء نفسه بالتراضي بينهم دا الطلاق العادي وده على حسب ما بيتفق وبتكون حقوقها تمام والضرر ده القانون قال عنه وبرده الشارع اتكلم فيه بنفس الطريقة زي ايه مثلاً اتكلم عنه وقال ان الضرر ده ضرر بيبقى متناسب مع من هم مثل الزوج والزوجة دول بمعنى ممكن الضرر انسانة معينة بتعتبره ضرر بالنسبة لها انسانة تانية ما يعتبرش ضرر ابداً لها يبقى ايه زم بيرجع للفكر والصفاء اه ولذلك القانون نفسه قال ايه بين بما لا يستطاع العشرة بين امثالهما اذا هنا ارجع الموضوع لدرجة الثقافية والعلمية والدرجة الاجتماعية لكل من الزوج والزوج فالضرر النفسي مثلاً يمكن ان لا يعتد به او لا يكون ضرر اصلاً بالنسبة لبعض الزوجات الضرر النفسي يكون هو مربط الفرس وهو اساس الضرر كبير جداً بالنسبة لزوجات تانيين بس دا عمل ضعيف جداً يعني ممكن ايه حضرتك ممكن مش اي حد ياخد بالسبب ده لان نفسي لا 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 هو القانون هنا قال بين امثالهما عشان القاضي يطبق ده بيطبق ده على الحالة اللي قدامه ولذلك القانون بيحط القاعدة العامة المجردة القانون دوره بيحط القاعدة العامة المجردة القاضي دوره تطبيق هذه القاعدة على حالات فردية قدامي يعني هو بيطبقها على حالات فردية ولذلك مسألة ان هو امتى يعتبر ده ضرر هنا وامتى ما يعتبرش ده ضرر هنا واحنا بنعمل طلب التسوية الاولاني خالص ما هو دلوقتي فيه مكاتب تسوية المنازعات الاثرية قبل اللجوء للمحكمة طلب التسوية ده بيتكتب في كل البيانات المتعلقة بالزوج والزوجة من اهمها مثلا درجة التعليم من اهمها الوظيفة اذا كان متزوج باخرى غير متزوج باخرى طب هل الزوجة ان هي شغالة هل يقع عليها ان هي تاخد نفقة من الزوج بصي انت كده دخلتينه في مسألة النفقة خلينا نخلص الطلاق الاول ان موضوع النفقة ده موضوع كبير لكن مبدئيا انا اعايز اقول لك اه 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 انا لا انا اعايز اقول له حضرتك مبدئيا موضوع النفقة ده اه الزوجة تستحق النفقة ولو كان لديها مال يا سلام يعني القانون في الحالة دي مع الست جدا بيسندها مش مع الست هو هنا بيقر القاعدة الطبيعية اللي هو الانفاق على الزوج الزوج هو عليه واجب الانفاق ده ده بالنسبة للست المطلقة عادي انا بتكلم حتى في اثناء قيام العلاقة الزوجية وما قبل يقاع الطلاق سواء كان وديا او كان بحكم محكمة الى ما قبل ان يحدث كلمة الطلاق الانفاق واجب على الزوج ايه طبعا ده 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 شرعا وقانونا على فكرة ويجب عليه الانفاق حتى ولو كان لديها مال ولو كان لديها مال تماما هنرجع بقى لنقطة الطلاق والخلع الخلع طبعا هنتكلم عن الاثار اللي تترتب على الطلاق والاثار اللي تترتب على الخلع عندنا في مقدم صداق المدفوع فعلا للزوجة في مؤخر صداق ممكن يكون تم النص عليه او لم يتم النص عليه تمام في عندنا نفقة عدة وفي عندنا نفقة متحة ده ده بالنسبة للطلاق العادي تمام ده بالنسبة للطلاق العادي دول من حقها بتاخدهم تمام في الخلع في الخلع بقى تتنازل عن مؤخر الصداق ليس لها عدة نفقة عدة ليس لها نفقة متعة وترد مقدم الصداق الذي قبضته ده على فكرة ده نص تشريعي قرآني قبل أن يكون نص تشريعي وضعي ده نص تشريعي قرآني أن تفتدي هي نفسها فلا جناح عليهما فيما افتدت به هي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها الفي ما افتدت به يعني هي اللي بتفتدي نفسها والرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ردي عليها حديقته أو اللي هو المهر اللي كان دفعه لها تمام لما قالت أنا لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أبغض العيش معه قال لها ردي عليها حديقته إذن ترد عليه ما دفعه لها من مقدم صداق اللي هو المهر مقدم المهر وتتنازل عن مؤخر المهر وليس لها عدة نفقة عدة وليس لها نفقة متعددة بقى إذن هي ثلاث حاجات فخلينا نتكلم يعني هنوصل طبعا للحظة أكيد لإني فيه أسئلة كتير دي بتدول في أزهانة وكل حد بيحاب بيعرف فين حقه فيه عندنا الأول بالنسبة لنسب الطفل آه يعني هنتكلم عن نسب الطفل وحضانة الطفل وبعدين ندخل على المسألة دي طيب نتكلم الأول كده عن نسب الطفل طب نتكلم عن حضانة الأول لا نتكلم عن نسب الأول وأول ما بيتولد عايزين ننسبه الأول طبعا إحنا عندنا فيه اتفاقيات دولية آه الدولة المصرية وقعت عليها ووافقت عليها آه وبالتالي اندرجت ضمن القانون الداخلي الملزم بالنسبة للدولة مصر أيها من ضمنها أو من أهمها اللي هي مسألة اللي هي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سبوت النسب المادة السابعة في الاتفاقية قالت يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب الجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والده وتلقي رعايتهم ده نص المادة طب نيجي لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش طيب ما تيجي بقى نتكلم عن ما هو معمول به تمام لأن في قضية عملية بتحصل وإشكالية خطيرة جدا بتحصل في المجتمع في نزاع بيحصل النزاع أثناء فترة الحمر صحيح يمتنع الأب عن تسجيل المولود للضغط على زوجته صحيح طيب ايه موقفها ايه موقفها؟ طبعا في حالة الفرقة أو في حالة الخلاف اللي حاصل المولود كده ما تسجلش أه الأم بقى محتاجة إجراءات طويلة جدا هي عانت في حمل وعانت في ولادة ثم ابتلاها الله بمولود لا تعرف له اسما ولا تستطيع تسجيله باسم أبوه ولذلك الرسول عليه السلام قال الولد للفراش ده حديث الرسول عليه السلام فاللي يجب أن الأم تسجل المولود وبعد كده هو عايز يطعم في النسب له الإجراءات اللي القادمين حاطتها له عشان يطعم في نسب التفل ده بالنسبة للناسب بالنسبة للحضانة يعني الأم لها حق أن هي تنسب الطفل لوالدها يعني عادي ممكن هي اللي تروح وتسجله حاليا بالقرارات لا بالقرارات اللي حصلة أنا بتكلم من ناحية الواقعية من ناحية الواقعية بالقرارات اللي حصلة لا ما بيحصلش ما بتقدرش لازم تحصل على قرار من النيابة العامة وعشان تحصل على قرار من النيابة العامة مسألة مرهقة جدا على فكرة جدا بتحصل على قرار عشان تقدر تسجل المولود وطبعا ده بيحصل في حالة الخلاف لما بيحصل أثناء فترة الحمد فبيضطر الأب يضغط يبقى معاه سلاح زيادة يضغط بي على زوجته طب ببساطة خالص انت معك سلاح آخر ممكن تنكر هذا النسب بعدين إنما ما نعذبش الأم التي حملت ثم ولدت ثم بتوليت بصغير مش عارفة تسجله ده مصيبة من نصاب المجتمع يعني النقطة دي يجب التنبخ ليها والاحتياط ليها لأنه هو هنا مين اللي هيبقى عليه العبد يعني تعالين نتكلم مين اللي هيبقى عليه العبد العبد هنا نخليه على القبل طيب معنا مدخلة تليفونية ألو ألو أهلا زيك بيكي مدام فاطمة أنا من قسمت مواجدينك والله مدام ربنا يحفظك ربنا يحفظك تفضلي عندك سؤال تفضلي معنا سيابة المستشار وتفضلي حضرتك أنا منفصلة وجوزي واخد بنتي ولا بيبعت لي أي فلوص وانا حتى مش رادي يخلينا شب بنتي طب حضرتك مشيت في الإجراءات القانونية ولا مجرد خلاف بس لسه لسه وانا قلت يعني هتصد حضرتك واتلم من أستاذ هشام يقول لي هعمل إيه هو تمام أستاذ هشام هيرد على حضرتك لأ هو بس في سؤال بنتها كم سنة؟ أربع سنين أربع سنين وهو واخدها؟ أه أه لأ حضرتك بتقدمي طلب للنيابة العامة والنيابة العامة بتأمر بتسليم الصغير لوالدته لأن الطفل إلى أن يصل لسن 15 سنة هو في سن حضانة النساء وحضانة النساء تبدأ بالأم إذا كانت الأم خالية من الموانع الشرعية للحضانة هي المستحقة للحضانة فحضرتك بتقدمي طلب للنيابة العامة في النيابة المختصة والنيابة المختصة بتحقق الموضوع وعلى فكرة الأمر ده ساهل مش صعب يعني مسألة ممكن بتاخد فيه خلال أسبوعين بتكوني واحدة القرار وبتنفزيه بالمناسبة بالقوة الجبرية ينفع عاية آه بينفز هذا القرار يعود قديل إجراء ده يا فرمان حوالي أسبوعين أو ثلاثة ما بزيتش عن كده يعني عاوزين نطمنك يا مدام فاطمة إن شاء الله خير وهتقدر يتخذي طفلك منه طيب إحنا كده اتكلمنا عن الخلع والطلاق وثبوت النسب الحضانة والحضانة الحضانة بقى طبعا خدت تدرج تشريعي كتير جدا في القوانين المصرية إلى أن وصلت خلينا نوصل للنهاية برضو عشان وقت البرنامج وصلت حاليا إن خمستاشر سنة للولد أو للبنت للصغير أو للصغيرة هو سن حضانة النساء إذن سن حضانة النساء خمستاشر سنة للولد أو للبنت طيب إيه هي حضانة النساء هي السن الذي يجب أن يرعى الصغير فيه إمرأة النساء القانون رتبهم تركيب الحضانات تمام تركيب الحضانات دول نمرأة واحد الأم نمرأة اثنين أم الأم نمرأة ثلاثة أم الأب نمرأة أربعة من يقترب للصغير بصلة قرابة من ناحية الأم يفضل عن من يقترب من جهة الأب تمام المهم هو في سن حضانة النساء وبعد الخمسة عشر عاما الخمسة عاما بالنسبة للبنت والولد للبنت والولد ما هو قانون ساوى بينهم في التعديل الأخير بتاعه ساوى بين طيب الطفل في الحالة دي لما يعدي سن الخمستاشر مش ليه حق الاختيار ما هو ده اللي بيحصل لو إن الأب طلب الحضانة القاضي يخير الصغير تمام تمام وهنا برضو في مشكلة عملية خلينا نتكلم فيها ايه يا لو جينا نتكلم عن يعني إحنا الأول تكلمنا في صف المرأة فخلينا نتكلم في صف الروبرت شوية من حقه الأب في تركيب حضانة الأطفال رقم 16 إزاي ده الغريب مع إن أقرب حد للطفل بعد الأم الأب ده ده المفروض كانونه يتطبق لكننا بنقول إنه سن حضانة النساء دعالي فقا في الضم أو في المرحلة قegtزيز حطلتك معنا اتصال بس من مدام سلوى قالو سلام عليكم أيضا سلام عليكم لك يا سلامحة أهلاً أزيك يا مده مسلوة؟ أزي حضرتك؟ الحمد لله، أنا عندي استصار، ممكن أكلم مسدشار؟ آه، تفضلي طبعاً، تفضلي، تفضلي يا فندم أي يا سلام عليكم؟ سلام عليكم، أتفضلي أزيك يا سلام عليكم؟ الحمد لله بقول لحضرتك أنا عايز أسأل حضرتك أنا مطلقة بقالي أربع سنين وعندي بنت وولد، لكن أنا اتجوزت بعد كم؟ فولدتي كان المفروض إن الحضانة تروح لولدتي تمام هو أخذ مني الولاد ومش عارف أشوفهم قانا هل ده من حقه وهل الحضانة بعد والدتي المفروض تروح لمن لولدته بس خلينا الأول نقول هو الأطفال عندهم كم سنة عندي الولد سبع سنين والبنت 11 سنة هم حاليا في ظل حضانة النساء زي ما احنا يسألين يعني هم المفروض في حضانة حضرتك ما لم تكون طول ما انت خالية من الموانع الشرعية ومن أهم الموانع دية الزواج بآخر غير زي راح محرم من الصغير اللي هو الزواج بآخر بصفة عامة في الحالة دية بتنتقل الحضانة إلى أم الأم اللي هي الجدة لأم بالنسبة للصغير تنتقل إليها الحضانة ولكن هل بتنتقل تلقائيا لا بتنتقل بدعوة اسمها دعوة نقل حضانة وحتى النفقة المقررة لمصلحة الصغير بتنتقل بدل ما بتطلع باسم حضرتك وبتبقى مستحقة باسم حضرتك بتبقى مستحقة باسم الأم لأن هي اللي بتبقى مسؤولة عن الانفاق في هذه الحالة فيجب على والدة حضرتك إن هي ترفع دعوة نقل حضانة ضدك وضد زوج حضرتك أو مطلق حضرتك بنقل الحضانة إليها في الحقيقة يا أستاذ يشام أنا أرى في الموضوع إن كل من الطرفين أشوف بعض النساء يضغطوا على الآباء من ناحية الأطفال وبره للعكس نحن عاوزين حاجة تحل من الكلام دا كنت بصي هو شرعا وقانونا ومعاهدات دولية المعنى بالحماية رقم واحد في المنازعات الأسرية هو الطفل هو الطفل شرعا وقانونا ومعاهدات دولية المعنى بالحماية رقم واحد هو الطفل لأنه هو الوحيد الذي لم يتخذ قرارا أدى إلى ما هو فيه الأم اتخذت قرار الأب اتخذ قرار ولم ينضر إلى الأطفال أه الطفل لم يرتكب زم هو فوجئ بوضع هو فيه ولذلك قانون مصري حتى يقول إن الحضانة هي أمر مقرر لمصلحة الصغير وليست لمصلحة الحاضن تمام لكن للأسف نحن بقى في التطبيق العملي بتاعنا من ناحية الواقعية لا ده احنا بنستغل للحضانة جيء أسوأ استغلال من حيث من حيث ده من حيث نقطة تانية غير اللي حضرتك تكلمت فيها حضرتك تكلمت عن إن الأم ما تخليش الأب يشوف أولاده أيها ده حق الرؤية أو الأب ما يخليهاش تشوف أولادها لا ده فيما هو أخطر أنا من رأيي بص يا حضرتك بس أكمل النقطة ديك لا هي هتخليه شوف أولاده لكن هي خلال الفترة اللي هم معاها فيها هي بتسمم أفكارهم بتسمم أفكارهم من ناحية والدهم ده غلط بتسممها لدرجة بتخليهم هم نفسهم مش عايزين هم اللي مش عايزين يقابل والدهم ونفس الوضع لو الأطفال مع الأب بيسمم أفكارهم من ناحية الأم فليه أنتوا ليه بتجنوا على أطفالكم أنتوا ما عندكوش عايز منهم أصلا عشان يعني ليه بتجنوا عليهم هم اللي بيبقى مجني عليهم الابن محتاج عشان يبقى ابن أو رجل صالح أو بنت صالحة مفيد لنفسه وللمجتمع يجب أن ينشأ بين أب وأم ده طبيعة الأحوال طب إذا فرضت عليه الظروف الانفصال إذا فرضت عليه الظروف الانفصال يبقى بلاش نجني عليهم جناية أخرى بأن احنا نبعدهم هنا أو نبعدهم هنا ثم حتى مسألت الرؤية معنا اتصال تاني من أستاذ أسماء أهلا بيك يا فندم ألو سلام عليكم السلام أستاذ أسماء تب اتفضلي تفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا بسم السلام عليكم لو سمعت وقت بس التلفزيون عشان حضرتك تسمعينها كويس قوي من التلفون بعد إذنك أنا والله ألعظوا فيزي توم ويقفح نعم وهنا فيزي توم ويقفح وهنا مش عارفة تعدالها وقالولها روح للشؤول فيزا لا يا فندم عفوا على الاتصال الصوت مش واضح نرجع اللي كلامنا يا وسيل هشان حتى ما أسألت الرؤية لمنظمها القانون المصري ساعتين في الأسبوع وفي مكان عام يليق بالصغير حتى الصغير بيشعر انه هو في سجن في حالة تنفيذ حكما الرؤية حتى الصغير بيشعر انه في سجن المسائل دي مش هنقول ان التشريع او الدولة هي اللي منوت بها تنظيمها لا دماير الناس هي اللي منوت بها تنظيم مسألة دي اه يعني لو ان الأم عارفت ان بنتها دي محتاجة لأبوها يوم جوازها والولد ده محتاج لأبوه لما يكبر يوجهه ويعلمه ولو الأب ده عارف ان البنت دي محتاجة لحنان أمها ونصايحها والولد ده محتاج لانضباط أبوه مش بس حنيتها لو كل واحد فيهم عارف ان الأطفال دول محتاجين للآخر ما كانوش فكروا في انفصال لا ولو حتى قدر لهم او كتب عليهم الانفصال يحترموا طفولة الأطفال صحيح يحترموا طفولتهم يحترموا ان الطفل يجب ان يكون له أب و أم حتى لهم انفصلين بس اللي يا أب و أبوه ايوه مش معنى اللي أنا فيه مشكلة بينه وبين زوجي أعود بقى أمسك الأطفال لا ده مش كويس لا بالعكس مشكل بينه وبينه يا جماعة نفصلها تماما عن الأطفال ده أكبر خطأ انتو اللي بتبص فيهم أفكار و سموم فبتطلعوا بيطلعوا حاجة تانية غير اللي نعرفها فإحنا كده اتكلمنا عن الخلعة والطلاق والحضانة والاستضافة والنفقات وتنفيذها يا دكتور بس في نقطة برضو في الحضانة برضو فيه فضل مش هنقول خلل تشريعي لأن التشريع غطى لكن خلل في التطبيق الإداري وليس القضائي تمام مسألة الولاية التعليمية على الصغيرة قانون الطفل ده حاجة مختلفة عن قانون الأسرة قانون الطفل نظم المسألة دي وقال أن الولاية التعليمية تكون مع الحاضن أي أن كان عما مجرده مع الحاضن الأب أو الأم تمام طيب قانون الأسرة بيقول أن سن حضانة النساء 15 سنة إذا الطفل مع والدته إلى سن الخمسة عشر عاما ده في قانون الأسرة في قانون الطفل بيقول الولاية التعليمية للحاضن للحاضن طيب لما هي بتروح إيه هي الولاية التعليمية الأولى الولاية التعليمية أنا عايز ابني خلص ابتدائي وعايز يدخل إعدادي عشان نقل ملفه من هنا لهنا عايز نقله من مدرسة لمدرسة أي إبراء من الإبراءات دي محتاجة روح أقدم ملف واشي الملف وكلام دي الولاية التعليمية دي اللي إحنا بنتكلم عليه طيب لما الأم في الحالة دي بتروح عشان تنقل الصغير لا ملاش دعوة هاتلنا قرار محكمة ده بيبقى الرد الإداري عليها ملاش حق في النقل من مدرسة لا من غير قرار محكمة بيبقى يجب أن تحصل على قرار من المحكمة أو أمر من المحكمة بتحقق بتحقق الولاية التعليمية له في حين أن تحقق الولاية التعليمية له لا يحتاج إلى أمر من المحكمة لأنه شيء مقرر بنصوص قانون يعني أنا عندي قانون الأسرة بيقول أن سن حضانة النساء 15 سنة وعندي قانون الطفل بيقول أن الولاية التعليمية لمن بيده الحضانة سواء الزوج أو الزوجة يبقى الغاية 15 سنة لا تسألني عن أمر من قاضي طالما يوجد نص تشريعي هل يحط للزوج أن يكون له هو في ضمن الحضانة؟ يعني أنا مثلا زوجة إذا 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 تحقق أحد الموانع الشرعية للحضانة في حق الزوجة أو الحضانات النساء يعني لو أن عزلنا على خيار لو أن زوجة تزوجت بغير ذي رحم محرم من الصغير وكانت والدتها متوفرة وكان والدته متوفرة والصغير ليس له خالات وليس له عمات فلمن نسلمه في هذه الحالة بيتقدم أه بيتقدم الأب ولكن ديت فيه يعني القانون مدية المساحة ديت على الأب لأن القانون شايف أو المشرع شايف أن الطفل إلى أن يصل لسن 15 عاماً يحتاج إلى رعاية وحنان النساء وليس إلى انضباط الأب أو الرجل هو محتاج في الفترة دي الحنان والتوجيه اللي هو منبعه من سن كام يا دكتور حضرتك يعني أنا أقدر أحدد إن كان الطفل ده محتاج انضباط أو محتاج حنان الأم وما الاتنين متكمنين بيكمنوا بعض ما هو عشان ما فيش مؤشر أو ما فيش مقياس منضبط تقدري تقولي بيه ده ليه أنا عندي طفل ممكن ينضج من عشر سنين تلاقي عقله تكلمين ماشاء الله عليه وفيه طفل تاني ممكن يوصل 15 سنة ولسه طفل عقل طفولي فلإن مفيش محدد منضبط للمسألة دي القانون حط محدد أو مشارع حط محدد السنة وسبها مطلقة تمام بالضبط زي سن بلوغ الأهلية القانونية سواء كانت الأهلية المدنية أو الأهلية الجنائية مثلا حط الأهلية الجنائية 18 سنة حط الأهلية المدنية 21 سنة هو حطت محدد سنة بحيث لإن أنا ما عنديش محدد آخر يعني مش همسك كل حالة على حدة وهذا بحثها عشان أقول آه ده وصل كذا آه ده عقله كبر لا ده عقله فهماني فحط محدد وحيد وهو السن طب إحنا عاوزين نعرف حق الرؤية للأفضل يعني عاوزين نعرف متى يحدد له أن ليه يكون ليه الحق أن يشوف أولاده لا هو كل أب من حق أن يشوف أولاده طبعا لكن أنا كان اعتراضي في الأول على الطريقة لا هو كل أب يحق لي يعني مش حاجة اسمها دعوة رؤية تترفض لا أنا آآ بيرفع دعوة كثير من الحالات من الآباء يعني يبقوا دمعا ينزفون على أبنائهم يعني مش عارفين يشوفوهم ليه الاستغلال ده يعني بلتوا احنا مش عاوزين نريك على النقطة احنا اتكلمنا فيها آآ ونقطة الضمير احنا عاوزين نتكلم في منظومة تانية خالص عاوزين نعرف حقوق الزوج في رؤية الأبناء يا دي بقى مسألة مسألة الضماير هي بصي هو حقه مكفول بالقانون هيرفع دعوة رؤية هياخد حكم بالرؤية وهينفزه الطبيعي المفروض يشوفو كل قد ايه لا هو المحكمة بتحكم كل المحكمة في حكمها هي اللي بتحدد طب بتحدد ايه؟ بتحدد كل اسبوع من ساعتين لتلاتة كل اسبوع من ساعتين؟ طيب مفيش حق ليه ان الطفل يكون معاه في الأجياء زيبت معي والله هو ده كان مشروع قانون مقدم لمجلس النواب ولكن طبعا لم يتم البد فيه اذا الآباء مظلومة في هذا اه في اللقف المزيدية دي حقيقة دي حقيقة اه اه في حين انه هما ظلمين في مسائل تانية خلي بالد احنا مش معه ومجدد احنا بنفهم كل حق وضعه وحقوقه لو انتقلنا مثلا لمسألة النفاءات لاحظت كلمة في الأول مسألة النفاءات هو اولا النفاء دي مش يعني النفاء دي الناس بتقولها النفاءات لا ده فيه حاجة اسمها نفاء نفقات فيه حاجة اسمها بدلات حاجة اسمها أبور حاجة اسمها مصاريف طب والغاية ما تتكون عليه مسألناش نفسنا الام تجيب منين طبعا يعني عايزة تدفع مصاريف المدرسة للولاد عايزة تعالج الولاد خلي بالك ان كل ده بيدفعه مؤخر مش مؤدم يعني الزوج بيدفعه مؤخر مش مؤدم اه وعذاب يعني فيه حالة على فكرة وردت علي مسألة خطيرة جدا انت لما تجي تنفذي حكم النفاءة على شخص غير موجود هو ساب المكان ومشي ما السابيك اللي هتقوليه دعوة حبس ما هو هو له عدة طرق افريت سافر افريت سافر ايوة ايوة لو اب الزوج مثلا عايش او كده من حقه ان ينفق على الزوجة المضرورة؟ لا مش على الزوجة على ابناء اذا كانت علاقة الزوجية قائمة يحق لها انها ترفع الدعوة نفقة عليه على اللي هو الجد اب الزوج تمام والابناء كذلك اذا كانت علاقة الزوجية قائمة اذا ما كانتش قائمة العلاقية جوز ليهم انهم يرفعوا على سواء كانت مطلقة او خلعي لا بالنسبة بالنسبة للنفقة الاطفال ابعديهم عن المسألة هي مطلقة خلعا ولا مطلقة لسبب من اسباب الطلاق ولا لعدم الانفاق لا ابعدي الاطفال الاطفال كده كده ليهم حقوقهم بالشرعية سواء كانت مطلقة خلعا مطلقة بحكم محكمة مطلقة ودي حقوقهم شرعية حتى الام لو انها ابراءة الزوج من حقوقها الشرعية يعني طلقها على الابراء هي تبرئه من حقوقها هي الشرعية الشرعية وليس حقوق الاطفال حقوق الاطفال غير قابلة حتى للتفاوض يبقى اذا الاطفال له بكل الحق في النفق عليهم لكن امت لكن امت ده اللي انا بتكلم فيه بقى لكن امت الام حقيقة بتتعذب لغاية ما بتحصل على حكم نفق اكيد ولما بتحصل على حكم نفق بتتعذب لغاية ما بتقدر بتحصل عليها فعليا تبليا سيادة المستشار الاجراءات طويلة جدا وتاخد وقت طويل جدا في المحاكم هو الحق موجود ومكفول ولكن الخلاف او اللي بيخلي المسائل تاخد وقتها طريق اثباته فيه محاكم بتاخد بحاجة اسمها شاهد استكشاف فيه محاكم بتاخد بشاهدين فيه محاكم بتاخد بتحري من المباحث عن داخل الزوج طبعا يعني خلينا نقول ندي محددات اللي هي نقول عليها الامكانيات المتاحة المتاحة لكن هل هي حقيقة منجزة لا عندي زوج يعمل في الخارج مين يقدر يحكم لو انه مش موثق عقده دي حالة برضو لو انه مش موثق عقده مين يقدر يحكم هو بيقبر كان طب المحكمة هتطلب تحريات كل اللي تملكه التحريات انها هتقول يعمل بالخارج انها هتقدرش تحدد قيمة هتقدرش تحدد رقم صحيح الشهود طب الشهود عارفه منين الشهود من هنا من مصر هو شغال برا انت عرفت منين هو بيقبر كان فكلها ميكانيزم او طريقة الاسباد في القضايا الشرعية هي طريقة قاصرة وان كانت هي دي الطريقة المتاحة يعني ده الموجود فيه كتير جدا يعني مننا ما بيبقاش فاهم القانون كويس قوي ولا بيبقى فيه دراسة او على علم بيه فبيسلك طرق كتير جدا جدا ان كان في المحكمة او ان كان مع اي حد ما يشفهم هو مش ازاي يعني بيتلغبط احنا عاوزين نوضع قانون بحيس نعرف كل من الطرفين ازاي تسلكوا الطريق الصحيح اوه بصي مسألة دخول المحكمة يعني خلينا بس ندقى منطقيين طب دخول المحكمة ما هو اي حد هيدخل المحكمة انما ممكن يفشل لعدم معرفة الطريق فيه يعني انا لما ايدي بتوجعني بروح لدكتور محتاجت اروح للمحكمة بروح لمحامي طبعا هو اللي عارف محل دخول طالما انا وثقت في هذا الشخص وروحت له وعملت له توكيل خلاص هو بيشوف اجراءاته وبيشوف شغله هو اضرط بدا احنا مقولناش ان هما ما يعرفوش حهم لا اما لو عايزين يتابعوا ويروحوا معاه مفيش اي مشكلة تابعوا شغلوك وروحوا لكن 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 تروحوا لوحدكو ما اعتقدش ان هيبقى فيها نجاح بالدرجة المرجوع لعدم العلم برضو يعني هو خلي بالك برضو حتى المحاكم نفسها اجراءاتها تتبدل كل يوم والتاني يعني اه يعني يعني فاهم ومدارس وعارف مش واحد عادي حضرتك بتيجي توكلي سيادة المستشارة أو بيتوكلي هاقطع كلام حضرتك برضو هاقطع كلام حضرتك با يعني وزارة العدل كانت عملت حاجة محترمة جدا 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 اللي هو مكتب المساعدات القضائية للأسف وسيء استخدامه من قبل البعض وبالتالي ابتدى ينحسر شوية عن الصورة لكن وزارة العدل كانت عامل المكتب ده كان شيء محترم واجراء محترم جدا واجراء يفيد الناس اللي هو يحل الاشكالية اللي حضرتك بتكلمي فيها دي اللي هو انا مواطن ما عنديش علم بالقانون اعمل ايه بروح لمكتب المساعدات القضائية لكن للأسف كل حاجة بتنشأ جديد كان فيه سماصرة بقى هل المكتب ده عشان بس لنعرف السيدة المشاهدين ما كانوا فيهم بالزبط وفي كل محكمة في كل محكمة فيه المكتب ده اه هو دلوقتي ابتدى ينحسر عن الصورة ما انا بقول له حضرتك هو ابتدى ينحسر شوية عن الصورة لإساية استعمال من قبل بعض من يطلق عليهم سماصرة ما ينفعش نغير حاجة تانية اه حقيقة يعني ناس اه 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 ازاي الكلام ده اه اه هاتي وانا اعملك طب هاتي كزا طب فابتدى هو مكتب مجاني ابتدى يستغل لمصلحة فئة معينة اه كده طب ازاي المواطن يعرف الفرق اه ازاي المواطن برضو يعني انا راجع للمواطن برضو في حاجة برضو محترمة جدا في مكاتب التسويات اللي يفضي مالية مالية اي مكتب تسوية ان الاوراق مجانية والتعامل مع المكتب بدون اي نفقات طب دي حاجة كويسة اه ومكتوبة ومحطوطة على الحيطة بحيث كل واحد يدخل وكل واحدة تدخل تبقى عارفة ان التعامل مع المكان ده مجاني مجاني حتى الورق مجاني هل بنفس بس كيمت ان انا اروح للمكتب ده او لمحام المختص انا عارفا ايهم افضل لا هو خلينا 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 منطقيين في المختص دايما افضل اكيد من عازب او اتضحل السيد المشاهدين اه يعني خلينا بس منطقيين انا اه لما بطني بتوجعني بروح لدكتور بطني اه اه اكيد اه لما عايز اعمل اقرار ضريبي بروح للمحاسب بتاعي اعايز حصل مشكلة في المحكمة او حاجة محتاجة محكمة بروح للمحامل دايما هو عنصر التخصص او مبدأ التخصص ده المبدأ اللي المفروض ان هو يعني اه وخلي بالك يعني كل اللي نجحوا في حياتهم نجحوا بسبب ان كانوا بيودوا الحاجة للمختص اه يعني انا محتاج ورقة محكمة اروح للمحاملة ما رحش انا عافل بنفسي في المحكمة لا اروح للمحامي اه يامل هالي بانا محتاج حاجة في الدرايبك اروح للمحاسب يامل هالي اه محتاج حاجة في الطب اروح ومحتاج حاجة في الهندسة ما بدا التخصص في حياتنا لو احنا كلنا اصل مشكلة الشعب المصري مشكلة شعب المصري انه كله بيشتغل دكاتره ومهدسين مهم mail ضهي الكلام دا يعني أنا مش دكتور أقول دكتور أكتب إزاي لا يعني 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 في بعض الفئات ممكن يوصف لك عليك تقوله والله أنا ودني مش سامع بيقولك آه هاتي قطرة كذا لا يعني في بعض الفئات أقصفها هي المسألة دي مسألة درجة قوي في المجتمع بتاعنا وخصوصا في طبعة معينة منه فلو إن كل واحد اشتغل في تخصصه بس بالضبط كل واحد يرعى ضمير ولم يدلي برأيه في تخصصات أخرى يعني ما ينفعش يعني خلينا كل واحد يلتزم بتخصصه أنا اللي فاهم فيه القانون آه القانون أشتغل على القانون وهكذا طيب برضو إحنا عاوزين يا فانتني يعني إزاي نقدر نوجه المواطن برضو تاني هرجع على الكلمة تاني إزاي أقدر أوجه المواطن أني ما يعطش يعني ما يقعش في أيدي آه نصبين آه زي ما حضرتك قلت كده تجار مبدئيا حتى التجار كمان يعني جيد محمد تبسين مبدئيا مبدئيا نمتنع عن السمصر آه إزاي يعرفوا إن داي سمصار أو لا من المواطن البسيط جدا مش عارف الكلام ده إزاي نقدر نوصلها له إن يسلك الطريق الصحيح الطريق الصحيح بتاعه إن هو في مشكلة قضائية يروح لمحامي يسق فيه في مكتبه ويتعامل معه من خلال مكتبه ما يتعملش معه من خلال الشارع أو الكوفي شوب أو لا يعني أتعامل معه من خلال مكان منضبط طيب حضرتك عايزين إضافة على كل القضايا اللي اتكلمنا فيها النهاردة بشكل عام يعني حضرتك كده باختصار نتكلم سريعا الخلع والطلاق والحضارة الاستضافة النفقات وتنفيذها سبوت النسب الولاية التعلمية سريعا كده من كل قضية حاجة بحيث إن المواطن يبقى فاهم نحن عايزين نقول بالنسبة للزوجة ما تلجأش للخلع إلا في حالات استعصى فيها طلب الطلاق استعصى فيها طلب الطلاق لأن الخلع بيفقدها حقوق كتير لها متعتها عدتها وبتزلم أيضا من المجتمع وأخرها وبتدفع ما يدفع علام المقدمة حكيب لكن إذا حدث لها ضرر أيًا كان نوع الضرر ده إذا كان هذا الزوج غير أمين عليها نفسا غير أمين عليها مالا بيضربها بيسبها بيسبأه لازم نشوف الكلام ده عليها الأول أن تركز على مسألة الجسبات كيف ستسبد هذا الضرر ثم تلجأ للمحكمة بطلب التطليق للضرر وليس الخلع لأن كتير من النساء بتتصرع جدا في مسألة النهاية لازم يبقى فيه تروي أصلي هي مش مشكلة أنا لوقتي مستعيدة في حياتي مثلا مش معنى لأنا مستعيدة أو فيه مشكلة بسيطة لأجري على طول على المحكمة لا أنا عاوزها تتروي ما هو ده اللي كنت لسه أقوله بعدك قبل ده هو قبل ده ما تخلينا نتكلم الكلام الشارعي الكلام المحترم فعلا اللي هو إيه إن أنا أستحمله وهو يستحملني ده اللي أنا بتكلم كلي مش مرة واحدة لا مرة وعشرة وعشرين عشان خطر الأطفال ولي احترام ثم إذا استحكم الخلاف بيننا نقعد على الترابيزة ونحاول نهل نهل خلافنا سواء اتفاقا أو انفصالا حتى بطريقة محترمة بعيدة عن المحكمة لأنه مش هما اللي بسلق أفضطر وبنوصي الرجالة بإن رفقا ما تسلبوهمش حقوقهم حرام حرام دي حقوق مش أنا اللي أعملها ولا القانون المصري اللي أعملها لحقوق اللي أعملها ربنا سبحانه وتعالى ما سلبهاش حق ربنا أعطوه لها ونعمة بالله بالإضافة لكده مسألة النفاقات أنت انفصلت يا أخي لكن دول ولادك دول محقوق آه لكن دول ولادك ما تستناش أن أنت توصل لمحاكم وتستناش أن أنت توصل للكلام ده كله بقدر الإمكان شوف أنت كنت بتصرف عليهم كم وهم موجودين معاك دهولهم اكفي ولادك طبعا نرجع للضمير بردو اه اكفي ولادك أكيد أكيد اه اكفيه الحقيقة أنا ساعدت بلقاءك جدا جدا النهاردة سيادة المستشار القانوني أستاذ هشام المنيري المحامد النقد والإدارية والدستورية العليا مستشار التحكيم الدولي حاصل على دراسات في القانون المقارن عدو اتحاد المحامين العرب وبكده أنا أشكره جدا وكنت مستمتعة مع حضرتك وياريت كلنا نستفاد من هذه الحلقة وبشكر أيضا فريل إعداد معي سلوى الرماضي وفاطمة صلاح وانتظروني في حلقة قادمة معاكم مهامام صويا ترجمة نانسي قنعز